بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلاً وسهلاً بكم في حلقة من حلقات برنامج عائلة الصالحة اليوم سنتحدث عن شخصية مهمة داخل الأسرة شريك من شركاء العملي والبناء للعائلة الصالحة وهو الزوج هذا الشخص الذي تناط به مسؤوليات متعددة تدخل ضمن بناء الأسرة السليمة لكن في البداية وكالعادة دعونا نتعرف على هذا الاستطلاع الذي أجريناه على شرائح مختلفة من المجتمع كيف تتعامل مع الزوجة أن تفادي المشاكل التي تحدث قصب هذا الواقع وقصب هذا المجتمع أنه ما تخليها أنه هي تغار عليك أكثر تخليها أنه هي الأفضل تعاملوا إياها مو بشكل رسم والله اليوم يعني بظل الحياة الصعبة حقيقة لازم أنه الزوج والزوجة يتعاونون فالتعاون كبير على هاي الحياة الصعبة موضوع التربية موضوع أنا أشوفي يعني الأم مدرسة متكاملة لازم يصير الأم هي مدرسة هي المربية الأساسية الأب دوره توجيهي المرات يعني دوره خلي نقول خلي نقول الدفع الاقتصادي إلى المعيشي ولكن التربية هي الأم الأم مدرسة بحث ذاته أكيد إحنا أكو تعاون ببيناتنا بكل شيء بنعاية حتى شغل البيت مرات أنه تشوف المرأة تعبانة وهي لازم توقف وتعين وتعاون وحتى أطفالنا جاء نعلمهم أنهم مرات يقوم يسوي شراتها بنفسه على مدرسة بالمستقبل يعتمد على نفسه تبني له في الشخصية في الكيان خاص بي أكو لازم مشاركة بين الرجل والمرأة أنت تدري كل بيت لازم أكو مشاركة بين الرجل والمرأة هي عليها البيت هو عليها خارج البيت من يرجاع أكو أمور هم يسويها بالبيت هي تكون تشتكيلة على المود الجهال أو كذا أو أمور نقص بالبيت أكو تعاون يصير بين المرأة والرجل يعني لا هي كل شي تشيل ولا هو كل شي شي المرأة ندري بيها نصف المجتمع فأنا بنعاون مرتي مساعدة هذا شيء مغلط فهذا الشيء لازم يصير رجالهم ومرا لازم يتعاونون بعدني جهل ما عندي حتى أقول لك شو ما أتعامل وهي جهل بس تعاونكم موجود داخل البيت وأكيد بالإيجار المرأة متعاوني إذا كانت موظفة وموظفة مرتي طالبة وإن شاء الله بالمستقبل تعاوني الحياة الزوجية الناجحة تؤدي إلى أسرة ناجحة بكل المقاييس وبما أن الأسرة تتكون من عديد الأفراد فإن الزوج له مسؤولية كبيرة ضمن إطار البناء داخل الأسرة وخارجها دعونا نتعرف عن رأي الزوجة في دور زوجها في بناء الأسرة من خلال ما تتحدث به ضيفتنا الكريمة الزوج في الأسرة ما أثر الزوج في الأسرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان دائما يتحدث ويصف ويوجه المسلمين في كيفية تعاملهم داخل أسرهم حقيقة الزوج له دور أساسي بيده يستطيع عن ماذا أن يجعل الزوجة تطيعه وتتوجه نحو الأمور التي يختارها وبيده أيضا يستطيع أن يفعل العكس كيف يفعل ذلك؟ هناك عادات ومهارات للأسف كثير من المتزوجين سابقا وحتى المتزوجين حديثا لا يألفون هذه الأمور هناك مجموعة من الخطوات أو من المهارات على الإنسان المقبل على الزواج أن يتعلمها في كيفية التعامل مع الآخر هناك كثير من الأزواج هو ورث حقيقة العادات النمطية لنسميها من أبيه من جده في كيفية التعامل مع الزوجة المجتمع تغير الزمن تغير الزوجة اليوم تختلف عن الزوجة السابقة هذا التعامل النمطي والمتكرر هو بالتأكيد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه على الزوج أن يفهم كما أن الزوج هو اليوم مختلف عن أبيه ربما في عمله ربما في توجهاته في تطلعاته في شخصيته هو مختلف تماما لكن عندما يتعامل مع الزوج وهو يتعامل بالفكر النمطي السائد في مجتمعه لا يتقبل فكرة أن لكل إنسان شخصيته المستقلة لكن هناك ثوابت حقيقة على الإنسان أن يراعي هذه الثوابت هذه الثوابت إذا رجعنا إلى الفكر الإسلامي إلى الروابط الإسلامية التي أكد عليها نجد أن على الزوج أن يحترم زوجته ولا يضربها مثلا أن يقوم بإعالتها وبتوفير متطلبات المعيشة لها أن لا يجبرها على أعمال فوق أعمالها فوق كاهلها فوق رعايتها لبيتها أن حقيقة هذه الأمور هي التي فرضها الإسلام للتعامل الأساسي للزوج لذلك يقال أن الزوج اليوم كثير من النظريات أن الزوج هو بيده مفتاح السعادة الزوجية لماذا؟ لأنه إذا قدم للمرأة الحياة الكريمة الحياة التي حتى وإن كانت بسيطة لا أقصد بالحياة الكريمة الحياة التي يكون فيها بذخ المال كثير وأن كل ما تحتاج إليه عليه أن يوفرها لا بالتأكيد إذا اتفق الزوج واستطاع أن يرتب أولويات الحياة مع زوجته وأن يعلمها على باب الحوار باب المناقشة باب أن تتقبل مثلا وضع المادي وتكون سند له وأن يحترم هذه المساندة حقيقة تكون الأسرة أسرة قابلة للنجاح والصلاح بشرط أن يكون الزوج متفهما مساعدا ومساندا لزوجته وحقيقة هذا ديدنا للرسول صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين فليس شرطا أن الزوج إذا كان يعمل وكما يقال يصرف على البيت ويصرف على الزوجة أنه لا مثلا يشعر إذا كانت زوجته مريضة ولا يعطيها الحق في أنها اليوم لم تعد مثلا الغداء أو العشاء أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما وجد فاطمة الزهراء سلام الله عليها مجغولة بين الخبز وبين بكاء الإمام الحسين ودخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم تقاس ما عمل البيت فقال له هل أنت تنق العدس وأنا أخبز أم العكس تقاس ما عمل البيت عن الزهراء سلام الله عليها كلما كان الزوج متفهما وكلما كان محتويا لزوجته كلما شعرت الأسرة بطمأنينة وتعلم منه الأبناء العطاء وتعلم منه الأبناء مساعدة بعضهم ومساندة أسرهم إن شاء الله الشراكة بين الزوج والزوجة ونجاح الأدوار الأسرية يؤسس لعائلة صالحة مكتملة دعونا الآن نتعرف على وجهة نظر الزوج التي سيتحدث بها ضيفنا الكريم الزوج بناء الأسرة المتكامل من أب وأم وعائلة وأولاد ولكن بإمكاننا أن نقسم هذه الصفات حسب اختصاصها نأتي إلى صفة الزوج الذي تكتمل به مكونات الأسرة الزوج الذي يكون مسؤول عن زوجته وعن عائلته وكذلك عن بيته فما هي مواصفات الزوج حقيقة الذي تكتمل به بناء الأسرة علاقة الزوج بالزوجة مسألة مهمة جدا في تنشئة أسرة سليمة وتنشئة عائلة سليمة وتنشئة هذا الكيان الصغير الذي هو النواة الأولى في المجتمع فلذلك علاقة الزوج بزوجته تتطلب أمور مهمة أساسها الشراكة الحقيقية والقبول الحقيقي أساسها العاطفة الصادقة تجاه زوجته وأساسها الوفاء الوفاء مسألة مهمة جدا في أن يكون الزوج يتمتع بهذه الصفة الجميلة اللي بالتأكيد فإن الزوجة عندما تشعر بأن زوجها بهذه المواصفات وهذه الصفة الرائعة صفة الوفاء سوف تكتمل هنا عملية الشراكة الحقيقية بين الزوج وزوجته وكذلك الزوج هو المسؤول عن الزوجة بمعنى هذه التراتبية في حياتنا وبالذات في تربيتنا وتنشئتنا الإسلامية التي جعلت من الزوج هو المسؤول الأول عن الزوجة وهو الراعي الأول عن الزوجة فبإمكان الزوج أن لا تقتصر مهامه على أن يكون الزوج لزوجة وإنما بإمكانه أن يكون حتى يتمتع بدور أعلى من هذه الصفة بأن يكون هو راعي وأيضا يكون هو مربي ومعلم فالزوجة لربما تحاول أن تتقمص الكثير من الصفات الإيجابية من الزوج فإذا ما شعرت بأن هناك حقيقة خللا في هذه العلاقة أو مؤشر لخلل في هذه العلاقة فبالتأكيد أن أركان هذه العملية بين الزوج والزوجة سوف تبدأ بفقدان الثقة وتبدأ بالتلاشي فعلى الزوج أن يحتفظ بأمور معينة هي تكون مهمة لعلاقته بزوجته أساسها الوفاء والصدق وكذلك المسؤولية وأيضا كذلك الشراكة الحقيقية نحن نعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بيته وسلم كان يتعامل بهذه الصفة مع زوجاته وهو الذي قال صلى الله عليه وآله بيته وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فلذلك على الزوج أن دائما يحتفظ بهذه العلاقة الطيبة وهذه المواصفات الحميدة تجاه زوجته وأن لا يشعرها حقيقة بأنه يتسلط وأنه المصيدر وأن يضطهد هذه الزوجة وإنما دائما هناك المعاملة بالإحسان دين الإسلامي حقيقة قد هذب هذه العلاقة ووصفها بمواصفات كان أساسها الإحسان أن يحسن دائما الزوج إلى زوجته سواء كان هذا الإحسان في عملية الموائمة وعملية الاتفاق أو يكون هذا الإحسان في عملية حتى الفراق لا سمح الله لذلك الزوج هو قائد هذه السفينة والزوج هو الذي يستطيع أن يسر هذه العملية لزوجته ويتمتع بهذه المواصفات حقيقة أهمها الوفاء والصدق والطيبة والعاطفة الخالصة لزوجته وأن يشعر زوجته دائما بأنه الشريك المثالي الذي يحاول أن يلبي كل ما متطلبات زوجته بالطريقة الحسنة والطريقة المثالية فلذلك هو قائد ومربي وشريك عن الإمام الباقري عليه السلام قال قصدت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألته يا رسول الله ما حق الزوج على المرة فأجابها بالحديث التالي روية عن الإمام الباقري عليه السلام جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيتها شيئا إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه مما سبق مشاهدين الكرام تعرفنا أن العائلة الصالحة هي بالأساس نتيجة لعلاقة أسرية ناجحة دعونا الآن نتعرف على رأي الدين والشرع في هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحديث عن دور الزوج في الأسرة هو الحديث عن ذلك المدير الذي يقوم بإدارة هذه المؤسسة الإلهية الأسرة تلك المؤسسة الإلهية العظيمة التي ترفض المجتمع بالأولاد بالأبناء الصالحين وكل مؤسسة في المجتمعات عادة تحتاج إلى إدارة إدارة هذه المؤسسة أنيطت بالزوج الزوج قبل أن يرتبط قبل أن يطلق عليه لفظ الزوج كان فردا ثم بحث وأراد أن يقوم بتأسيس هذه المؤسسة وهذه المؤسسة تحتاج إلى الزوجة فهذا الرجل قبل أن يكون يصدق عليه مصطلح الزوج كان فردا بحث عن الزوجة حتى يؤسس هذه المؤسسة من هنا بدأ قبل الارتباط هو بدأ بتكوين هذه المؤسسة العظيمة من هنا عليه أن يختار عليه بحسن الاختيار والشارع المقدس أكد على اختيار الزوجة كما أكد على الزوجة أن تختار الزوج هنا كامل الحرية للزوج والزوجة في الاختيار لماذا؟ لأن هذا مشروع غير متناهي مستمر تناسل الذرية وتناسل الأبناء في المجتمع يعتمد على هذه العلاقة على علاقة الزوج والزوجة من هنا أكد الشارع كثيرا على مسألة الاختيار طبعا هناك القوامة كانت الشارع المقدس أعطاها بيد الزوج ولكن هذه من باب الرعاية من باب الحماية والمسؤولية والقدوة ليست هناك من باب التسلط وأن يكون الزوج الدكتاتور في الأسرة بل عندما أعطيت وأنيطت هذه المهمة بالزوج هي مهمة رعاية وحماية وإدارة وبالمناسبة لا يقتصر دور الزوج على الجانب المادي بعض الأزواج للأسف يرى عندما يأتي بالأمور المادية بالمصرف المادي للعائلة يرى نفسه قد أدى دوره في الأسرة باعتبار أتى بذلك المال بالنفق على الأسرة لا يقتصر هذا أحد الأدوار التي أنيطت به من قبل الشارع هو عامل النفقة أو دور النفقة أو واجب النفقة وإنما هناك دور حقيقة تكامل الأسرة لا بد أن ترتبط لا بد أن تتكامل لا بد أن تصل إلى الغاية مسألة توزيع الأدوار الأب، الزوج، الأم، الأولاد كل شخص أنيطت به دور حتى يوصل إلى الغاية دور الزوج مهم ابتداء من البحث على الزوجة مرورا بالارتباط والزواج لا بد أن يضع قانونا حقيقة في بيته وهذا القانون تسير عليه الزوجة ويسير عليه الأبناء وهذا القانون لا يتنافى مع القانون الإلهي الشرعي ولكن في البيت عادة هناك يحتاج البيت إلى إدارة الزوج مدير الإدارة يضع القانون الزوجة المدير التنفيذي هي التي تقوم بهذا التنفيذ فإذا ما قام الزوج بدوره وإذا ما قامت الزوجة بدوره كانت هذه الأسرة أسرة متكاملة تسعى إلى التكامل يكون هناك ذرية هناك أبناء أيضا إن شاء الله يؤدون إلى الغرض ويصلون إلى التكامل فالأب والزوجة بالخصوص الحديث عن الزوج الزوج لا بد أن يراعي حقيقة الجانب البعد الفكري العقائدي يراعد جانب النفس في الأسرة يراعد جانب السلوكي ويراقب هذه الحركات التي يقوم بها بالأسرة لماذا؟ لوجود الأبناء عادة فهم يلاحظون الزوج ويلاحظون الزوجة وهذه العلاقة بين الزوج والزوجة لا بد أن تكون علاقة تكاملية يعني علاقة شراكة وليست علاقة تسلط أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يقوم بدوره في هذا المجتمع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبيل الختام نقول أن الزواج هو رابطة تربط بين الرجل والمرأة ولا بد أن تكون هذه الرابطة صالحة كي تثمر أولادا سعداء وحياة أسرية مستقرة ولكي تبقى الحياة سعيدة على الزوجة أن تختار الزوجة الصالح في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر